فهذه المرأة الأنصارية أم فروة الأنصارية هذه يشهد الله أنها أكثر رجولة من كثير من رجال الشيعة اليوم هي هذه المرأة لماذا؟ استتبى الأمر لأبي بكر مضت الأيام واستتبى الأمر لأبي بكر خلص توطد سلطانه لكن هذه المرأة خرجت ثائرة كانت تحض على نكث بيعة أبي بكر أي تذهب لهؤلاء الذين بايعوا أبا بكر تقول لهم انكثوا هذه البيعة هذه بيعة غلط ليست شرعية وتحث على بيعة من؟ الخليفة الشرعي أمير المؤمنين عليه السلام كانت تقوم بهذا الدور اليوم من من رجال الشيعة يقوم بهذا الدور؟ كم واحد؟ بهذه الصراحة التي سنراها من أم فروة لاحظوا أن أم فروة أول ما بدأت به هو البراءة كانت شنو ماذا يقول سلمان؟ تحث على نكث بيعة أبي بكر أول شيء انكثوا البيعة ابرأوا من أبي بكر ثم ماذا؟ تحث على ولاية علي عليه السلام على بيعة علي عليه السلام أي أولا ابدأوا بالبراءة ثم انتهوا إلى الولاية ما قالت فقط مثلا علي أولى بالأمر وانتهى الموضوع لا تصدت لأبي بكر الآن اليوم كم واحد من الشيعة يقوم بمثل هذا الدور يأتي للمخالف يقول له أنت لماذا تعتقد بأبي بكر؟ انكث بيعة أبي بكر لا تعتبره إماما هذا مو خليف شرعي ابرأ إلى الله من أبي بكر وبايع علي والي علي والأئمة من ولده عليه الصلاة والسلام هذا عادة اليوم نادر في الوسط الشيعي هذا نادر إذا تشجع بعضهم فغاية ما يقول يقول الأولى بالإمامة علي الأولى بالخلافة علي عليه الصلاة والسلام هو الإمام ويتجاهل عادة الكلام على أبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه لا يحث على نكث إمامتهم واعتقاد شرعيتهم ترجمة نانسي قنقر